موسيقى بعد استهدافه بمسيرة مفخخة قوات الأمن العراقية تعثر على صاروخ لم ينفجر على سطح منزل القادم الأمن الوطني العراقي يؤكد أن محاولة اغتيال القادم نفذتها جماعة مسلحة هددت رئيس الوزراء موسيقى وفد من الجامعة العربية للخرطوم بحثا عن حل والأمن يفرق محتجين مشاركين في عصيان تجمع المهنيين مفوضية الانتخابات الليبيات تعلن بدأ تسجيل المرشحين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية غدا الاثنين موسيقى موسيقى أهلا ومرحبا بكم مشاهدين مجددا برفقتنا مع قناة الحدث في متابعة لآخر التطورات في العراق ففي إطار التحقيقات الأمنية في محاولة اغتيال رئيس المزراء العراقي مصطفى القادم اليوم عثرت القوات الأمنية المسؤولة عن إجراء التحقيق على صاروخ لم ينفجر على سطح المنزل يأتي ذلك بعد إعلان سابق للجهات الأمنية عن ثلاث مسيرات حاولت اغتيال رئيس الحكومة العراقية اليوم محاولة الاغتيال وجهت أصابع الاتهام فيها وجهت بشكل شبه واضح من قبل المجلس الوزري للأمن الوطني للجماعات التي هددت سابقا وبصراحة المجلس الوزري وصف الهجوم بالاعتداء الإرهابي الجبان وأنه استهداف خطير للدولة العراقية على يد جماعات مسلحة مجرمة ولفت المجلس إلى أن هذه الجماعات رأت بضبط نفس القوات العسكرية والأمنية ضعفا فتجاوزت الدولة ورموزها وأطلقت تهديدات صريحة هذا وأكد بيان المجلس الوزري للأمن الوطني على عمل القوات الأمنية على كشف الجهات المتورطة وتقديمها للعدل مشددا على أنه لا كبير على القانون والعراق واصفا بالواهم من يظن أنه خارج هذا الإطار وللمزيد وآخر المعلومات التي توفرت ينضم إلينا من بغداد مراسل حدث الأزمين سامر كوبيسي مرة جديدة أهلا بك سامر هل من معلومات إضافية فيما يتعلق بالصاروخ الذي وجد على سطح منزل رئيس الحكومة مصطفى القادمي كما سبق وأعلنت نعم جيزيل القوة الأمنية المسؤولة عن التحقيق وجمع الأدلة وجدت هذا الصاروخ على منزل رئيس الوزراء مصطفى القادمي كذلك شيئا فشيئا بدأت تتضح صور أخرى وهي صورة للطائرة المسيرة التي استهدفت منزل رئيس الوزراء والتي أيضا أسقطتها القوات الأمنية قبل قليل عرضت هذه الصور وبدأت تتداول في وسائل الإعلام أيضا جيزيل ننتظر من هذه اللجنة التحقيقية معرفة نوع هذا الصاروخ وما هو إنتاجها الدولة التي تنتج هذه الصواريخ بالإضافة إلى هذه الطائرة لكن هذه الطائرة تشابه إلى حد ما الطائرات التي كانت تستخدمها الفصائل المسلحة أو قوى اللا دولة التي كانت تستهدف السفارة الأميركية وكذلك قاعدة فيكتوري قرب مطار بغداد الدولي وأيضا في وقت سابق كان هناك طائرة مسيرة سقطت في منطقة الجادرية تشابه إلى حد كبير نفس هذه الطائرة ونوع هذه الطائرة لكن ننتظر طبعا التحقيق من قبل وزارة الداخلية وكذلك جهاز الأمن الوطني بالإضافة إلى مستشارية الأمن القومي التي تشكلت هذه اللجنة برئاسة قاسب العراجي وهو مستشار الأمن القومي العراقي ننتظر من هذه اللجنة تعطي بيانا واضحا من أين جاءت هذه الطائرات وما هو صنع هذه الطائرة وكيف وصلت إلى منزل رئيس الوزراء بهذه البساطة لم تعمل جميع المصدات الأرضية التي عادة ما تحمي أي مسؤول أو أي مقر أمني داخل المنطقة الخضراء لماذا لم تعمل ربما جميع هذه التحقيقات ستتبين شيئا فشيئا في الساعة القادمة نعم بانتظار أن تتوضح المزيد من المعلومات حول هذه الصرور وخلي من معلومات بالنسبة لمنصة إطلاق انطلاق المسيارات المفخخة سامر نعم جيزيال القوات الأمنية تعمل أيضا باتجاه آخر بعد جمع الأدلة وهو البحث عن مكان انطلاق هذه المسيارات ومسيرها هل هي من مناطق قريبة من العاصمة بغداد من أين جاءت ولماذا استخدمت هذه المسيارات جيزيال من ثلاث اتجاهات باتجاه منزل رئيس الوزراء بوقت قريب جدا لا يفصل بينهما سوى دقائق وهذا ما يثبت أنها تم إسقاط اثنين من هذه الطائرات بعد استهداف الأولى لمنزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي طبعا جيزيال مجموعة من التحقيقات وأيضا مجموعة من الزيارات لرئيس الوزراء آخرها قبل قليل زار رئيس مجلس القضاء الأعلى فأق زيدان زار رئيس الوزراء هناك مجموعة من القرارات ربما ستصدر في الساعات القادمة أيضا خلية أزمة ربما ستتشكل من أجل معرفة من يقف خلف هذا الهجوم الذي استهدف منزل رئيس الوزراء سنكون في متبع لأي تطور جديد على كل حال نذكر بأن هناك كما تفضلت وذكرت سامر ثلاث طائرات استهدفت منزل من اتجاهات مختلفة استهدفت منزل رئيس الحكومة مصطفى القادمي وكان بين أطلاق المسيرة والأخرى دقائق معدودة كما ذكرت بانتظار المزيد من التوضيحات التي قد تنتج عن التحقيقات الأولية نشكر لك هذه المشاركة معنا سامر من بغداد الزمين سامر الكوبيسي شكرا لك وبعد ترأسه اجتماع المجلس الوزري للأمن الوطني استقبل رئيس الوزراء العراقي رئيس الجمهورية برهم صالح وظهرت في التسجيل إصابة القادمي بيده اليسرى وكانت مصادر الحدث أكدت إصابة رئيس الوزراء العراقي بعد تطاير الزجاج على إثر القصف الذي طال مقر إقامته بسم الله الرحمن الرحيم إلى أهلي وشعبي في كل مكان من العراق العظيم إلى كل من قلق في هذه الليلة فقد تعرض منزلي إلى عدوان الجبان والحمد لله والشكر أنا ومن يعمل معي بألف خير أن قواتكم الأمنية والعسكرية البطلة تعمل على استقرار العراق وحماية العراق وأن الصواريخ الجبانة والطائرات المسارة الجبانة لا تبني أوطانا ولا تبني مستقبلا ونحن نعمل على بناء وطننا أبر احترام الدولة ومؤسساتها وتأسيس مستقبل أفضل لكل عراقي أدعي الجميع للحوار الهادئ والبلناء من أجل عراق ومستقبل عراق عاش العراق عاش العراق وبعد الهجوم توالت الإدانات العراقية لمحاولة الاغتيال حيث اعتبر رئيس مجلس النواب أن محاولة اغتيال القاذبي تهديد حقيقي للأمن والاستقرار الرئيس العراقي أما بالنسبة لرئيس الجمهورية برهم صالح فرأى أن الاعتداء تجاوز خطير وجريمة النكراء بحق البلاد مشددا على أنه من الغير الممكن القبول بجر العراق إلى الفوضى والانقلاب على نظامه الدستوري وكان زعيم تيار الصدري مقتدى الصدر اتصل بالقادم للإطمئنان عليه مؤكدا دعمه لسيادة الدولة ووصفا الهجوم بالعمل الإرهابي من جهته دانا رئيس إقليم كردستان جيرفان برزاني المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس الوزراء معتبرا إياها عملا إرهابيا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار وينذر بعواقبة وخيمة أما زعيم تيار الحكم عمار الحكيم فأشار إلى أن استهداف منزل رئيس الوزراء من شأنه تأزيم المواقف وتعريض هيبة الدولة للخطر وبدوره أكد رئيس الوزراء الأسبق وزعيم تحارف النصر وقوى الدولة حيدر العبادي على أن المرحلة حرجة وعلى جميع توخي اليقظة وضبط النفس محذرا من خلط الأوراق بعد الاعتداء الذي استهدف القاضي ندد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني بشدة بمحاولة الاغتيال التي استهدفت رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاضمي واصفا إياها بالجبال فيما يخص المحاولة الجبالة لاغتيال السيد رئيس الوزراء العراقي بطائرات مسيرة نحن ندين هذا العمل الإرهابي بأشد العبارات ونؤكد دعمنا بكل الأشكال للسيد مصطفى القاضمي لترسيخ وتعزيز الديمقراطية والاستقرار في البلاد وحاولت اغتيال سيد رئيس الوزراء حقيقة مؤشر خطير على أن العملية السياسية برمتها أخذت منحنة آخر وبين التسقيط وبين الاغتيال سقطت الديمقراطية كاملة في العراق وأصبح الوجه الكالح للسياسة هو عمليات اغتيال وربما عمليات إزاحة الآخر ليس هذا من ثياب الديمقراطية هي الورقة الأخيرة الورقة الخاسرة الكيانات الخاسرة وذلك لإثبات وجودهم أو الحصول على مغانمهم أو محاصصتهم إيران اليوم هي الذراع الميليشيات التابعة لها للأسفل الشديد شوف دخلت للعراق خربتها دخلت إلى لبنان خربتها إلى الحوثي اليمن خربتها يعتبر هذا الاستهداف هو استهداف الهرم الرئيسي والهرم الأكبر للعراق هذا يعتبر تهديد للعراق عامة وهذه الهمور متوقعة ومتوقعة ممكن أن يكون أكثر من عدها لأنه الانفلات الأمني والسلاح في أيادي وماكن غير مرخص بها أما دوليا الولايات المتحدة الأمريكية وصفت الهجوم بالإرهابي وأبدأت ارتياحها لنجاة القادم مؤكدة أنه استهداف لقلب الدولة العراقية الخارجية الفرنسية أكدت بعد اتصال من الرئيس الفرنسي الرئيس الفرنسي بالقادم رفض زعزعة استقرار العراق والتخويف البعثة الأممية في العراق بعد إدانتها الهجوم أبدأت ارتياحها لنجاة القادم السعودية وصفت محاولة اغتيال رئيس الحكومة العراقية بالعمل الإرهابي الجبان مؤكدة وقوفها إلى جانب العراق مجلس التعاون الخليجي أشار إلى أن أمن العراق من أمن دول المجلس وأكدت الخارجية الإماراتية أن محاولة اغتيال القادمي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في العراق من صر شددت على وقوفها مع العراق ضد كل ما يهدد أمنه واستقراره أو ينال من تماسك جبهته الداخلية في مسارع أمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني إلى إلصاق التهمة بالغرب وقال أن محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى القادمي تعود لجهات أجنبية دانت لاحقا الخارجية الإيرانية محاولة اغتيال القادمي الخارجية الأردنية أكدت أن محاولة اغتيال رئيس الحكومة العراقية إرهابية من شأنها تهديد أمن واستقرار العراق الكويت اعتبرت محاولة اغتيال القادم استهدافا لإنجازات العراق وشعبه فيما أكدت الخارجية القطرية أهمية ملاحقة المتورطين بمحاولة الاغتيال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هذا وكان القادمي قد كشف في مقابلة سابقة إجرتها معه قناة الحدث في يوليو الماضي عن تعرضه لثلاث محاولات اغتيال سابقة أكد حينها أنه ليس خائفا من أي جهة أو طرف على سلامته الشخصية بل هو خائف على مستقبل البلاد من سياسات خاطئة قد تجر البلاد إلى منعطف خطير لنتبه أنا قبلت بهذا المنصب أتحمل كل تبعاته الإيجابية والسلبية نعم تعرض للاثات محاولات اغتيال الحمد لله وشكر أنا مؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو كاتب لكتابي وهو كاتب في الساعة التي أكون فيها خانم لهذا الشعب وفي الساعة التي أغادر بها أنا الموضوع حتى لا تغالقني أبدا أنا ليس خائف من أي طرف أو أي من الجموعة أنا خائف فقط على أطفال عراق ومستقبل عراق أن بعض السياسات الخاطئة في الماضي قد تأخذ عراقين إلى تجاه خطير المنطوب بإصلاح هذا التوجه والعمل على عراق وحماية كرامته وبناء كرامته بجده وجديد العراقين يستحقون العراق أبناء تاريخ العراق ليس دولة عبثية أو دولة بسيطة أمتلك تاريخ عميق موقع مهم وفي كفاءات وفي شعب طيب يستحق من عندنا أن نخدمه بكل قوة أما موضوع الاختيارات هذا موضوع ثانوي وللوقوف عند تبعات هذا الاستهداف ينضم إلينا من لندن البحث في المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات مجاهد سميدعي أهلا بك وأيضا يرافقنا من بغداد الإعلامي والمحلل السياسي فلاح الذهبي أهلا بكما برفقتنا مع قناة الحدث إلى هذه الساعة الإخبارية نبدأ مع سيد مجاهد سيد مجاهد استفاق العراق اليوم على صدى محاولة اغتيال لرئيس الحكومة مصطفى القادمي وفشلت وهي ليست المرة الأولى هل برأيك اليوم العراق هو بحالة تهديد حقيقي لأمنه واستقراره أو ما زال بالإمكان تجاوز هذه الأمور من الواضح تحدي قوى لا دولة وسعيها لإدخال البلد في مأزق كبير وهو مأزق الاقتتال الداخلي فقط لأنهم خسروا المكاسب التي كانوا يحتون عليها بالتأكيد هو تهدد أمن العراق وتهدد أمن المنطقة برمتها العراق لو دخل في اقتتال طائفي فإن جميع المنطقة ستتضرر من هذا الاقتتال هذه القوى قوى لا دولة تمتلك مسيرات تمتلك صواريخ تمتلك إمكانيات كبيرة موازية لإمكانيات الدولة في السابق حاول الكاظمي كثيرا الحد من هذه السلطات ولكنه فشل في الماضي ونتجة الفشل أن هذه القوى الآن تحاول التهديد المباشر لهرم السلطة التنفيذية في العراق محاولة اختيال أو قتل رئيس وزراء هي ليست شيء سهل محاولة القتل بثلاث مسيرات في مكان واحد لاستهداف منزل واحد بدقاء معينة هي محاولة بالتأكيد هي تحديد واضح لأمن البلد باعتقادة على السيد الكاظمي فتح تقيق موسع بإمكان التعاون العراق مع الولايات المتحدة حيث أن الولايات المتحدة أعلنت بإمكانياتها لمساعدة العراق باعتقادية استطيع السيد الكاظمي تحديد الأماكن التي انطلقت منها هذه المسيرات تحديد أماكن السيطرة التي كانت تدير هذه المسيرات لا يجب على الحكومة العراقية أن تتوقف عند هذا الموضوع هذا الموضوع يجب أن يحسن بحسم واضح للشعب العراقي وإلى الأجهزة الأمنية العراقية يمتلك أجهزة أمنية كبيرة لديها مكانيات واسعة باستطاعتها إذا ما أرادت إيقاف قوة لا دولة تستطيع هذه القوات الأمنية إيقافها إذا ما امتلكت القيادة الحقيقية القادرة على التغيير فإن العراق باعتقادي باستطاعته التغيير الشعب في الانتخابات قال كلمتها الواضحة خسارة هذه المجامع لغالبية أصواتهم في الانتخابات وضعهم في موقف محرج ووضعهم أمام الشعب العراقي جميعا جميع الشعب العراقي الآن لا يريد القوة المسلحة خارج الدولة وجميع الشعب العراقي الآن يريد الإصرار على الأمن والحفاظ على الأمن العراق ولا يجوز السماح لأي جهة أن تمتلك إمكانيات أعلى بإمكانيات الدولة وتهديد الدولة حيث أن تهديد الدولة لا يسأله نهاية سوى الاقتتال الداخلي والنهاية الغير جيدة للجميع نعم أذهب أيضا إلى ضيفي من بغداد أستاذ فلاح الذهبي أستاذ فلاحي رفع هذا التصعيد إلى المواجهة بهذا الشكل خصوصا أن قيس الخزعلي قد أعلن صراحة بتهديد الرئيس القادمي هل هناك خوف وقلق اليوم من جر العراق إلى الفوضى والانقلاب على نظامه السياسي نظامه الدستوري؟ تحيطي بلكم حقيقة لو تتذكرون قبل أكثر من أسبوع كان هناك ثلاثة صواريخ وقعت في المنصور وبعضها قريبة من جهاز المخابرات والمعلومات كانت تتحدث عن أيضا تواجد للسيد الكاظمي بالتالي هذه ليست سابقة الأولى أيضا كان هناك تهديدات في شوارع العاصمة بغداد للسيد الكاظمي هذا الاستهداف حقيقة هو سيد الكاظمي وليس فردا عاديا وإنما هو يمثل الدولة العراقية أمام المجتمع الدولي وأمام كل العراقيين وبالتالي هذا عملية استهداف لكيان الدولة إذا كان رئيس الدولة رئيس الحكومة العراقية يعامل بهذه الطريقة فكيف حال المواطن البسيط وهذا طبعا يعود إلى انتشار السلاح في كل مكان في العراق خاصة وسط وجنوب العراق وكلنا نتذكر والأفلام التي عرضتموها وعرضتها باقي الفضائيات عن المعارك العشائرية التي كانت تستخدم حتى الهوانات والبي كي سي الأسلحة المتوسطة وبالتالي أنا أعتقد طبعا هناك هذا يؤشر أيضا خلل في المنظومة الاستخبارية يفترض هناك احتكاك قريب من الخضراء يفترض الأجهزة الاستخبارية أن تكون على يقظة ودقة في تشخيص مصادر هذه الصواريخ الطائرات المسيرة أيضا بإمكان التعاون مع الدول التي تمتلك صور من الأقمار الصناعية عن انطلاق هذه الصواريخ عن نوعية هذه الطائرات المسيرة أنا أعتقد أن هذا الأمر إذا مضى يعتبر سابقة وسابقة خطيرة خاصة ونحن مقبلون على تشكيل حكومة جديدة على برلمان جديد ما لم نعم نعم وبالتالي اليوم هل هناك محاولة لجر البلاد إلى فوضى وإلى مواجهات ربما عسكرية بهدف إضعاف المؤسسة العسكرية يعني أنا حقيقة تعلمون أن السيد الصدر بعد فوزه مباشرة وهناك عداء بينه ما أسماها بالميليشيات الوقحة عداء قديم ومزمن وهؤلاء يعتبرهم خرجوا من جناحه وتحولوا إلى شيء آخر وأشار بعد الفوز مباشرة في كلمته إلى أنه سيسعى لسحب السلاح وبالتالي اعتبروا أن مثل هذا هو تهديد وجودي لوجود هذه المجموعات المسلحة إذا ما ثبتت التحقيقات التي تجرى الآن أنها وراء هذا الأمر سيكون هذا سيجر إلى احتكاكات حقيقة في الشارع والشارع حقيقة الآن تمكنت هذه القوى السياسية وأقصد هنا القوى السياسية الشيعية نجحت في التصعيد النفسي دون أن تشعر هناك استعدادات لدى الشارع العراقي للإضاحة بكل من أساء لهم إنسانيا لكل من شردهم لكل من خرب مدارسهم لكل من خرب الأبنية الصحية لهم ولاحظتم الحرائق التي حصلت بان جائحة كورونا وبالتالي هناك استعدادات نفسية على الجميع أن يعي طبيعة المسئولية لأنه ليس من مصلحة أحد أن تسود الفوضى بهذا الشكل في بلد يعاني من الفقر ومن البطالة ومن الجوع نذهب إلى ضيفي أستاذ مجاهد برأيك ما هي الأسباب الكامنة وراء استهداف اليوم رئيس الحكومة القاضي بخصوصا وأنه رئيس حكومة تصريف أعمال وأمامه فقط شهرين نعم هناك أكثر من سبب أولا لإثبات أن السلطة الميليشيات هي سلطة أعلى من سلطة الدولة وأنها قادرة على فعل أي شيء متى ما أرادت بالإضافة إلى كما تلاحظين المظاهرات المتواجدة دائر حوالين المنطقة الخضراء لفصيل معين أو لجهة انتخابية معينة تطالب بإعادة العدو الفرز وبأن الانتخابات مزورة مع العلم أن جميع عمليات العدو الفرز تم إعادتها في أماكن معينة وكانت متطابقة جميعها هم يعتقدون أنهم بهذه النتيجة خسروا الانتخابات وخسروا الدولة وهذا الموضوع كبير جدا عليهم أن يتصرفوا بطريقة أخرى لإثبات وجودهم ولإثبات قوتهم التي يعتبرونها هي أقوى من الدولة وهم من يسمح إلى الدولة بالعمل هم يستطيعون إيقاف الدولة متى شاءوا وهم يستطيعون جعل الدولة تستمر متى شاءوا هم هو استعراض للقوة لإثبات للجميع أنهم موجودين وأنهم قادرون على التحكم وأنهم ليسوا جهة خسرة الانتخابات وأنهم لديهم شعبية ولديهم جمهور ولديهم إمكانيات عسكرية ولديهم دعم دولي ولديهم دعم مادي ولديهم إمكانيات طائرات مسيرة كما تعلمين الطائرات المسيرة هي تطير من منصات معينة أكيد هذه الطائرات انطلقت من أماكن عسكرية لم يتم انطلاقها من الشارع أو من بيوت وبالتالي هو لإثبات أنهم أعلى من الدولة وأن الدولة لا تستطيع بالرد أو أنها أيضا لا تستطيع إيقاف هذه العمليات نذهب من جديد إلى أستاذ فلاح الذهبي أستاذ فلاح كان بالبيان الوزاري وعد رئيس الحكومة مصطفى القادمي وأيضا القوات بأنه واهم من يعتقد بأنه سينال من العراق وأهله بالتالي هل برأيك لديه الأدوات التي تمكنه من مواجهة هذه الفصائل إذا صح بأنها هي من قامت بهذا الاستهداف يعني يفترض نحن لدينا أكثر من مليون رجل أمن بين جيش وشرطة وشرطة اتحادية وهذا الكم الهائل يفترض أن يكون يرافقه نوع أيضا لهذا أنا حقيقة في وقتها كنت ألاحظ الأسرار على إعادة تأهيل القوات الأمنية من قبل حتى في زمن السيد حيدر العبادي حتى يتوفر لدينا النوع لدينا من الأجهزة ومن الأسلحة ما هو حديث ومتطور لدينا بعض الأجهزة الأمنية كجهاز الأمن الوطني يمتلك أيضا قدرات استخبارية عالية لدينا جهاز مكافحة الإرهاب بالتالي هذه الأجهزة يفترض أن يكون هذا هو دورها الحقيقي في عملية الكشف وبالتالي يكون لها دور أيضا في حفظ كيان الدولة وحفظ أمن العراقيين لأن ما هي الحكومة؟ الحكومة هي أمن وخدمات إذا كنا نفتقر للخدمات على الأقل لا نفتقر إلى الأمن حالة القلق التي تساور الشارع العراقي حقيقة منذ ليلة أمس وحتى هذه اللحظة تتوالى علينا الاتصالات عن طبيعة الوضع الناس خائفون على مصادر عيشتهم يعني أكثرهم يعملون بإجورهم اليومية وبالتالي لا توجد بدائل لديهم لهذا يجب على الحكومة وعلى الأجهزة الأمنية أن تسارع في الكشف وتسارع في النتائج وتسارع في القبض حتى يكون هناك حالة من الأطمئنان لدى المواطن العراقي نعم بانتظار ما ستكشفه التحقيقات في الساعة المقبلة وفي الأيام القليلة المقبلة نشكر لكم هذه المشاركة معنا من لندن البحث في المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات مجاهد الصميدعي أيضا أتوجه بالشكر لضيفي من بغداد الإعلامي والمحل السياسي فلاحة ذهبي شكرا لكم نشرتنا مستمرة فيها أيضا بعد الفصل فتحه بالترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية وقبول الطلبات بدءا من يوم الاثنين هي طفولة لا تعرف الحروب العنف القسوة لا تعرف الكراهية لكنها تدفع ثمن كل ذلك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا ومرحبا بكم من جديد فرقت قوات الأمن السودانية متظاهرين في الخرطوم بإطلاق قنابل غاز مسيل الدموع في اليوم الأول من حملة عصيان مدني دعا لها تجمع المهنيين مع تأزم المفاوضات السياسية وتصعيد تجمع المهنيين يزور وفد رفيع المستوى من الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة السفير حسام زكي في محاولة لمعالجة الوضع المتأزم في السودان مصدر بالجامعة قال إنه من المقرر لقاء الوفد مع القيادات السودانية من المكونات المختلفة بهدف عبور الأزمة السياسية الحالية في ضوء الاتفاقات الموقعة والحاكمة للفترة الانتقالية بما يحقق تطلعات الشعب السوداني نحو السلام والتنمية والاستقرار زيارة وفد الجامعة العربية تزمن مع دعوات للأضراب في السودان من قبل تجمع المهنيين السودانيين الذي أكد أن الإعلان السياسي الذي تقدم به ليس موقفا تفاوضيا مع الجيش وأن أطراف التجمع ضد أي تفاوض أو شراكة مع القوى العسكرية أو أي اتفاق يعيدها للمشهد كما ثمن تجمع المهنيين في بيان له مواقف حمدوك الرافضة للتعاون مع الجيش وأكد أن اختيار شخصية وطنية مستقلة لرئاسة الوزراء يجب أن يتم بالتوافق بين قوى الثورة وأنه إذا تم اختيار حمدوك يجب أن يتم ذلك بوضع دستوري جديد بعد إلغاء الوثيقة الدستورية وأن العودة لما بعد 25 أكتوبر ليست أمرا مطروحا وللمزيد حول آخر التطورات والمستجدات في السودان ينضم إلينا من الخرطوم مرسل حدث الزميل محمد عثمان أهلا بك مرة جديدة محمد ما الجديد في السودان اليوم ومع وصول الوفد الجامعة العربية ودخوله على خط الأزمة السودانية نعم جزيل أبدأ بتطورات الميدانية أمام مجلس الوزراء كانت هناك وقفة احتجاجية للجنة المعلمين وهي جزء من تجمع المهنيين نفذوا وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء وذلك احتجاجا على تعيين عدد ممن أسمتهم منسوبين للنظام السابق في وزارة التربية والتعليم وكانت هذه الوقفة احتجاجا على هذه الخطوة تعاملت معهم الشرطة السودانية بإطلاق الغاز المسيل للدموع كما تم تنفيذ جملة من الاعتقالات وسط بعض المعلمين والمعلمات بحسب ما ورد من لجنة المعلمين هنا في ولاية الخرطوب أما على الصعيد السياسي تتواصل اللقاءات بين وفد جامعة الدول العربية مع عدد من القادة السياسيين وأيضا العسكريين ومن المنتظر أن يكون هناك لقاء بعد ساعات بين وفد الجامعة العربية مع قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان وذلك لفهم طبيعة الأزمة السودانية وبالتالي يصال رؤية واضحة رؤية جامعة الدول العربية لهذه الأزمة في محاولة لتقريب المسافات التي تباعدت بشكل واضح بحسب بعض التسريبات ما بين المكون العسكري والمكون المدني إذ تمسك كل طرف بالمطالب والشروط التي وضعها على طاولة النقاش إذ تحدث أيضا الجكتور عبد الله حمدوك يجب الاحتكام إلى الوثيقة الدستورية التي عطلت بها بعض البنود إثر البيانة الذي تلاه قائد الجيش السوداني في الخامس والعشرين من أكتوبر وبالتالي نحن نستطيع القول بأننا أمام مشهد معقد ومشهد صعب بانتظار أي اختراق يمكن أن تحدثه الوساطة ووساطة جامعة الدول العربية ربما تنجح فيما فشلت فيه بقية الوساطات سواء كانت المبادرة الأمريكية بقيادة جيفري فيلتمان أو حتى المبادرة الأممية أو حتى مبادرة الاتحاد الإفريقي وما إلى ذلك نعم كيف يمكن وصف الحركة اليوم في الشارع السوداني في ظل كل هذا التأزم محمد نعم يعني لفهم ما يجري في الشارع السوداني يعني إن كنت تتحدثين عن الاستجابة لدعوات العصيان وأيضا الدعوات للإضراب العام هذه الدعوات التي أطلقها تجمع المهنيين وأيضا لجان المقاومة وعدد من الأحزاب السياسية الدخول في عصيان ليومي الأحد والإثنين نستطيع القول بأن هناك قطاعات استجابت وهناك قطاعات استجابت أيضا بشكل نسبي دعينا نتحدث عن قطاع التعليم يعني الجامعات السودانية ما تزال لا تعمل مجلس عمداء جامعة الخرطوم علق الدراسة إلى أجل غير مسمى كان هناك بيان صدر من وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم يوم الأربعاء الماضي باستئناف الدراسة إلا أن لجنة المعلمين تمسكت بمسألة الدخول في عصيان مما جعل الإطراب يحدث في بعض المدارس هناك طلاب وصلوا إلى المدرسة وتم إرجاعهم بواسطة بعض المعلمين وهناك معلمين لم يحضروا إلى مدارسهم من الأساس كذلك أيضا قطاع المصارف هناك منسوبين للقطاع المصرفي لم يحضروا من المنزل فيما فتحت بعض البنوك أبوابها أمام حركة التعامل سواء كانت بنوك خاصة أو حتى بنوك حكومية علما بأن قائد الجيش السوداني كان قد أصدر مرسوما يعني مساء الأمس أعفى فيه عدد من مدراء عموم البنوك الحكومية عدد خمسة مدراء وبالتالي هذا هو المشهد الآن في الخرطوم إثر هذه الحالة حالة الاحتقان الذي وصفها البعض بأنها قد تفضي إلى ما لا يحمد عقباه في المشهد السياسي السوداني نشكر لك كل هذه الإضاحات التي تفضلت بها على كل حال سنكون في متابعة لأي تطور كان معنا من الخرطوم مرسل حدث الزميل محمد عثمان أيضا نشير إلى هذا العاجل من العراق عن المجلس الوزري للأمن الوطني يشكل لجنة عليا للتحقيق بمحاولة استهداف رئيس الحكومة مصطفى القاتمي وستكون برئاسة مستشار الأمن القومي وسنوفيكم بأي جديد فيما يتعلق بالملف العراقي وبمحاولة استهداف رئيس الحكومة مصطفى القادمي أيضا نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في حكومة الوحدة الوطنية الليبية أن رئيس الوزراء عبد الحميدة بيبة يعتزم الترشح للرئاسة يأتي ذلك فيما أعلنت المفوضية العلية للانتخابات الليبية فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد والمقرر إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر ذلك بعد استلام كافة التعديلات الفنية التي طلبتها المفوضية من مجلس النواب وليست تلك التعديلات التي تحمل طابعا سياسيا على أن يفتح باب الترشح وقبول طلبات المترشحين للانتخابات النيبية والرئاسية بدءا من الغد والبدأ في توزيع البطاقات الخاصة بالناخبين وعددها أكثر من مليونين عبر أكثر من 1900 مركز انتخابي تتوزع في أنحاء البلاد مع دعوة المواطنين للتوجه إلى تلك المراكز بدءا من الغد وحتى الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الحالي من أجل استلام بطاقاتهم التي تمنحهم حق الاقتراع وخلال مؤتمر صحفي أكد رئيس المفوضية عماد السيح على أن ليبيا الآن أمام مفترق طرق وأن الدعوة لهذه الانتخابات تمثل دعوة لتقرير مصير البلاد مطالبا الليبيين بالتوحد وبتحمل مسؤولياتهم كما أكد السيح على أن المفوضية تتعرض لحملة تزييف وتضغيل تحول النيلة من سمعتها وإفقادها ثقة الليبيين وبناء على ما تقدم سنشرع غدا الاثنين الموافق 8 نوفمبر 2021 في تنفيذ العمليتين الانتخابيتين والتي ستتوج بفتح باب الترشح وقبول طلبات المترشحين في كل من الانتخابات الرئاسية والنيابية وسيستمر قبول طلبات الترشح لانتخاب رئيس الدولة إلى غاية 22 نوفمبر من هذا الشهر بينما سيستمر قبول طلبات الترشح لانتخاب مجلس النواب إلى غاية 7 ديسمبر 2021 هذا ودع عيماد السائح رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا جميع المواطنين الرغبين في تقديم طلبات الترشح إلى الالتزام بتعليمات لجان القبول والاعتماد وندع جميع المواطنين الراغبين في تقديم طلبات الترشح إلى الالتزام بتعليمات لجان القبول والاعتماد وتقديم المستندات المطلوبة دون أي تأخير أو تعليل كما سيتم البدء في تنفيذ عملية توزيع البطاقات الخاصة بالناخبين وهي عملية تعد الأولى من نوعها ولا تقل أهمية عن عملية قبول طلبات الترشح حيث ستفتح مراكز الانتخاب أبوابها ابتداء من يوم الغد الموافق 8 نوفمبر 2021 تتعرض المفوضية إلى حملة من التضليل والتزييف في محاولة للنيل من سمعتها ومنطقة الليبيين فيها ونؤكد للجميع أننا لن نخدل شعبنا وسنبدل ما بوسعنا لتنفيذ انتخابات حرة ونزيها وفي الوقت نفسه سوف لن نتهاون مع من يحاول العبط بإجراءتنا أو التأثير على مخرجاتها ونطمن الجميع بأننا على درجة عالية من الثقة في أنفسنا وفي إمكانياتنا وكفاءاتنا وسنكون في الموعد الذي اختاره الليبيون إن شاء الله على خط آخر رفضت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا قرر المجلس الرئاسي بإقاف وزير الخارجية نجلاء المنقوش عن عملها ومنعها من السفر وطلبت الحكومة المنقوش بمواصلة عملها بنفس الوطيرة مؤكدة أنه لا يحق للمجلس الرئاسي إقاف أعضاء السلطة التنفيذية أو التحقيق معهم وقال بيان للحكومة الليبية أن صلاحيات المجلس الرئاسي لا تعطي أي حق قانوني للمجلس الرئاسي في تعيين أعضاء السلطة التنفيذية أو إقافهم أو التحقيق معهم وكان المجلس الرئاسي الليبي أعلن وقف وزيرة الخارجية المنقوش عن العمل ومنعها من السفر وأحالها إلى لجنة تحقيق بتهمة ارتكاب مخالفات إدارية وعزت وسائل أعلام محلية قرر المجلس الرئاسي إلى تصريحات أدلت بها وزيرة الخارجية قبل بضعة أيام لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي وأكدت فيها أن ترابلس مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة لتسليمها مشتبها به في قضية تفجير لوكربي وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش فندت صحة ما نسب إليها بخصوص المواطن الليبي أبو عجيلا مسعود نفية بشكل قطعي ذكرها للمعنى خلال مقابلتها مع قناة بي بي سي البريطانية وأوضحت المنقوش أنها أجابت عن سؤال متعلق بضحايا لوكربي وضحايا تفجير مانشستر أرينا الذي وقع في العام 2017 واتهم بتنفيذه مواطن بريطاني من أصول ليبيا منوهة إلى أن هذه المسائل من اختصاص مكتب النائب العام في ليبيا وهو من يتولى مسؤولية معالجتها بين المؤسسات القضائية بالبلدين وللمزيد حول هذا الأعلان من قبل المفوضية العلية للانتخابات ينضم إلينا من بنغازي محمد مسعود مرسل الحدث أبرز ما تطرق له هذا الأعلان مسعود فيما يتعلق بفتح باب الترشح وبالنسبة طبعا للتواريخ نعم جزال يزدل الستار من خلال هذا المؤتمر الصحفي لرئيس المفوضية الوطنية العلية للانتخابات حول كل التكهونات التي خرجت في الفترة الماضية حيال موعد الانتخابات أو حتى التعديلات التي طاربت بها المفوضية ومعها أو دعمتها في هذه المطالب البحثة الأممية وتعنت وإصرار مجلس النواب على عدم تعديل بنود قانوني الانتخابات سواء قانون الانتخابات الرئاسية رقم واحد أو حتى نتحدث عن قانون الانتخابات البرلمانية لانتخاب مجلس النواب تصريحات عماد السايحة اليوم في هذا المؤتمر قطعت الشك باليقين حيال موعد الانتخابات وهو في الرابع والعشرين من ديسمبر رغم تصريح السايحة وجملة استوقف عندها السايحة وهي عند سؤاله عن موعد هذه الانتخابات قال بأنها سوف أعتقد بأنها سوف تكون في الرابع والعشرين من ديسمبر ما سبب حالة من التخوف هنا في الشارع على هذا الموعد ولكن فتح باب الترشح وتحديد الثانية والعشرين من هذا الشهر حتى هذه المدة أو حتى هذا الموعد لتقديم طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة لكل من يرغب في الترشح لرئاسة البلاد وتحديد السابع من الشهر القادم كأقصى موعد من أجل الانتخابات البرلمانية أو من يود التقديم أو التقدم للترشح للانتخابات البرلمانية يعني بشكل واضح بأننا نقترب شيئا في شيئا من تنفيذ هذا الاستحقاق الانتخابي بعد ما راود المواطنون العديد من الشكوك حول هذه العملية خاصة في ظل عودة شبح الانقسام إلى البلاد من جديد ولكن هذا المؤتمر وضع النقاط على الحروب في استمرار قطار الانتخابات وتنفيذها في موعدها المحدد رغم حتى عدم التأكيد على هذه النقطة جزال ولكن فتح باب الترشح يعني بشكل واضح بأنه لا مجال للعودة إلى الوراء أيضا تم حسم النقاط المتعلقة بعدم تعديل المادتين المثيرتين للجدل وهي المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية والتي تشترط أن يتقدم كل مرشح بالتوقف عن عمله موقعا قبل ثلاثة أشهر من إعلان المفوضية لفتح باب الترشح ومطالبات عديدة بتعديل هذه المادة كون أن تاريخ الرابع والعشرين من ديسمبر جزال والسيادة المشاهدين لم يذكر بشكل واضح في هذا النص ما يفتح باب الطعون لأي مرشح قد لا يتحصل على فرصة المشاركة في هذه الانتخابات كون أن النص كان مبهما ولم يحدد قبل ثلاثة أشهر من أي موعد بالتحديد وهذا ما استندت عليه المفوضية ولكن ربما إصرار مجلس النواب بدأ واضحا في عدم تعديل هذه المادة قطع الطريق على عدد من متصدري المشهد في الوقت الراهن وهو ما يراه محللون بأنه قطع الطريق بالدرجة الأولى جزال على رئيس حكومة الوحيدة الوطنية ومنعه من الترشح مع عدم تعديل هذه المادة وأيضا عدم تعديل المادة التي تقول بأن الانتخابات سوف تجرى متزامنة في ذات التوقيت حسمت المفوضية هذا الأمر وقالت بأن الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية هي ما ستجرى في 24 ديسمبر وبعدها ب52 يوما تجرى الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة وتكون معها الانتخابات البرلمانية أي في شهر فبراير من العام القادم سوف تكون الجولة الثانية ومعها الانتخابات البرلمانية لانتخاب مجلس النواب القادم وننتظر باقي الخطوات الفعلية سواء الاستلام المواطنين لبطاقتهم الانتخابية أو حتى بدء المرشحين الرئاسيين هنا نتحدث في الانطلاق لحملاتهم الانتخابية رغم حتى عوائق متعلقة بالناحية الأمنية في بدء هذه الحملات سواء شرقا أو غربا أو حتى جنوبا لكافة المرشحين المحتملين لرئاسة البلاد وللمرة الأولى منذ 11 سنة شكرا لك محمد مسعود لكل هذه التوضيحات وهذه التفاصيل التي توضح المشهد أكثر بالنسبة للانتخابات في ليبيا شكرا لك لهذه المشاركة معنا أفادت مصادر في الجيش اليمني أن عددا من القادة الميدانيين لميليشيات الحوثي قتلوا الأحد في معارك مع الجيش الوطني والمقاومة في جبهات جنوب مأرب وأوضحت المصادر أن القيادي الحوثي أحمد عايد شرف الدين الملقب بأبو باروت قائد تسليح ما يسمى المنطقة الخامسة للحوثيين قتل مع مرافقيه في جبهة الجوبة وأضافت المصادر أن قائدي جبهتي العمود والجوبة الحوثيين قتل أثناء المواجهات مع وصول تعزيزات للجيش والمقاومة إلى الجبهة كشفت مصادر عسكرية يمنية عن مقتل خبير صواريخ لبناني تابع لحزب الله يدعى حسين ذياب المكنى بأبو شهاب لقي مصرعه بغارة لطيران التحالف وأكدت المصادر أن الطائرة طائرة التحالف نفذت سلسلة غارات مركزة على تجمعات وتعزيزات للميليشيات في جبهة جنوب مأرب أسفرت عن تدمير عدد من الأليات ومقتل العشرات من الحوثيين المصادر أفادت أن قوات الجيش والمقاومة كسرت هجوما هو الأعنف للميليشيات في جبهة دنة بعد انتقال المعارك من الجبهة الجنوبية إلى جنوب غرب مأرب بيأت تزامن مع استمرار التصعيد الحوثي في جبهة مأرب أكد محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة أن مأرب صمدت وستصمد في وجه المشروع الإيراني مضيفا أن ميليشي الحوثي لن تصل إلى مبتغها مأرب صمدت وستصمد مأرب كسرت أنوفهم في البداية وستقضي بإذن الله على هذا المشروع في النهاية بحول الله مأرب برجالها مأرب بجيشها مأرب بأمنها مأرب بالجمهورية اليمنية مأرب بالشعب اليمني مأرب بالله أولا ثم بمساعدة التحارف العربي تقف لصد هذا المشروع الدخيل على البلد وكشف محافظ مأرب أن اليمنيين في المناطق الخاضعة للميليشيا يعيشون مكرهين ولا يريدون بقاء الحوثي لحظة واحدة مستدلا على ذلك بالنزوح الكبير والهائل إلى المحافظات المحررة الذي يعيش مكره عند سيطرة الحوثي لا يريد بقاء الحوثي لحظة واحدة الناس نزحوا فعلا وأعداد هائلة وكم هائل من النازحين يأتي إلى هنا وهو يكثف المسؤولية ولكن لا بد أن نقف وإلى جانبنا حكومتنا الرشيدة يجب أن تقف على مسؤولياتها في هذا الاتجاه وقال اللواء العرادة أن اليمنيين من كل المحافظات يقفون كرجل واحد في المعارك الجارية في مأرب نحن على تواصل مع كل الأشقة في هذا الجانب وكل الأخوة اليمنيين على كل المستويات أنا لا أجد أبداً أي شيح والبيني وبين أخي يقاتل الحوثيين والأخوة في العمالقة والأخوة الذين جاءوا من عدن والذين جاءوا من لحج والذين جاءوا من أبين والذين جاءوا من حضر موت ومن شبوة ومن كل المحافظات يقفون إلى جانبنا في المعارك الآن موجودين بالشهداء والجرحى والوقوف جنباً إلى جنب نحن نتكلم هنا كشعب واحد الكل يقف جنباً إلى جنب لا 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 أنا ممكن أقاتل في الساحل والله لو لم تكن عندي معركة في مأرب لا أذهب أقاتل مع طارق هناك ولولا أنه على ثغرة لا أقول تعال إلى عندي لكن أخشي أن تنفك الثغرة على عدن وأن يساطر الحوثي على عدن أنا متفائل جداً وستذكرون ما أقول لكم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلبين ينقربون وفي صعد شمال اليمن أسقط الجيش الوطني طائرة مسيرة حوثية حاولت استهداف مواقع للجيش فيما أكد قائد محور أزال العميد ياسر المعبري للحدث أن الطائرة إيرانية الصنع استطاع أبطال محور أزال إسقاط طائرة من صنع إيراني في شرق مدينة باقم بمحافظة صعدة المسمى صمد واحد كما يسموها الحذين يقلبونه كما يتنفسون أبطال محور أزال بقائدة العميد ياسر المعبري حفظه الله واقفين لهم بالمرصاد ومستمرين حتى النصر أو النصر النصر أو النصر تحية القمهورية اليمنية تحية القمهورية اليمنية تحية القمهورية اليمنية الله أكبر الله موسيقى موسيقى قبل أقل من شهر من المحادثات النووية المقبلة مع الغرب أطلقت تهران مناورات حربية على ساحل خليج عمان تشارك فيها وحدات من القوات البحرية والجوية والبرية إيران أعلنت أن هذه المناورات التي لم تحدد الفترة التي ستستغرقها تجري في منطقة تمتد لأكثر من مليون كيلومتر مربع شرق مديق هرمز مشيرة إلى أن هدفها تحسين الاستعداد لمواجهة التهديدات الخارجية أو أي غزو محتمل تعهد الألاف من الإثيوبيين بالدفاع عن العاصمة ضد تقدم المتمردين وذلك أثناء مشاركتهم في تجمع مؤيد للجيش وسط أديس أبابا ورفض المتظاهرون الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب المستمرة في البلاد مدعاب ويعتبر هذا التجمع أحدث محاولة من حكومة أبي أحمد لتعزيز الدعم للصراع ضد جبهة تحرير تيجري والجماعات المسلحة في ختم النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها بعد استهدافه بمسيرة مفخخة قوات الأمن العراقية تعثر على صاروخ لم ينفجر على سطح منزل القادمي الأمن الوطني العراقي يؤكد أن محاولة اغتيال القادمين فذتها جماعة مسلحة هددت رئيس الوزراء وفد من الجماعة العربية إلى الخرطوم بحثا عن حل والأمن يفرق محتجين مشاركين في عصياني تجمع المهني مفوضية الانتخابات الليبية تعلن بدأ تسجيل المرشحين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية غدا الاثنين شكرا للمتابعة للقاء اشتركوا في القناة